موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشرة الأخبار من استوديوهات قناة سهيل الفضائية نبدأها بالعنوين موسيقى رئيس الوزراء يوجه بتنفيذ حزمة مشاريع في حضر موت ويدعو المواطنين للتمسك بخيار الدولة الاتحادية موسيقى السلطة المحلية في تعز ميليشي الحوثي والمخلوع قوضت زيارة أوبراين للمدينة موسيقى كتيبة المهام الخاصة التابعة للواء 141 مشاة تصل إلى جبهة نهم للمشاركة في معركة الحسن موسيقى مرحبا بكم وجه رئيس الوزراء دكتور أحمد عبيد بن دغر وزارة المالية والكهرباء بتوفير احتياجات كهرباء محافظة حضر موت من الديزل والمازوت كما وجه وزارة التخطيط والتعاون الدولي بضم احتياجات محطة الريان للبرنامج الاستثماري جاء ذلك خلال لقائه اليوم في العاصمة المؤقتة عدن مدراء عموم المكتب التنفيذي بمحافظة حضر موت حيث استمع رئيس الوزراء من مدراء عموم المكتب إلى تقرير مفصل عن أهم احتياجات المحافظة من المشاريع الخدمية الهمة ووجه بسرعة تنفيذ تلك المشاريع عبر مناقصات علنية وشفافة بإشراف السلطة المحلية وبمتابعة وزارة الأشغال العامة والطرق كما وجه بسرعة تنفيذ مشروع شق وسفلتة طريق رسب نساه والهجلة غيل بن يمين وشوارعها الداخلية بالإضافة لاستئناف العمل في شق وسفلتة طريق الشحر الشحر ريد المعارة واعتمد رئيس الوزراء مبلغ ستمائة ألف دولار لمشروع مصنع الأكسجين في المكلة وأربعين مليون ريال يمني لإعادة تأهيل قسم الأطفال في مستشفى بشرحيل للأمومة والطفولة بالمكلة وصرف عشرة ملايين ريال يمني لإعادة تأهيل قسم السل في مستشفى بشرحيل بالمكلة كما وجه بصرف أربعة وخمسين ألف دولار مخصصات البعثات الطبية الأجنبية العاملة في حضرموت واعتماد صرف ثلاثين مليون وخمسمائة ألف لحملة الرش لمكافحة الملاريا في إقليم حضرموت ودعا الدكتور بن دغر أبناء محافظة حضرموت إلى التمسك بخيار الدولة الاتحادية المكونة من ستة أقاليم والإجماع الوطني والبدء بخطوات عملية لإشراك الآخرين في القرار أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبد الملك المخلافي إنما تعرض له وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ستيفن أوبراين في تعز من قبل ميليشي الحوث والمخلوع ومنعه من زيارة المدينة يكشف حجم معاناة التعز وما تعيشه من أوضاع إنسانية غاية في الصعوبة وقال الوزير المخلافي إن الانقلابيين يكشفون كل يوم وجههم الإجرامي المستهين بالمجتمع الدولي والقضايا الإنسانية وما تكشف جلياً اليوم من خلال منع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية من دخول تعز للاطلاع على الأوضاع الإنسانية وما تتعرض له المدينة من حصار وقصف عشوائي طال الأحياء السكنية وتهجير السكان وأكد المخلافي أن إطلاق النار على موكب ستيفن أوبراين والوفد المرافق له وإشعال معركة من قبل الميليشيا لمنعه من زيارة تعز تقتضي موقفاً قوياً منه ومن الأمم المتحدة وفضح مواقف منسق الشؤون الإنسانية في اليمن جيمي ماك وولدريك ودعا نائب رئيس الوزراء المجتمع الدولي وكافة المنظمات المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة التصرفات غير المسؤولة والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي ترتكبها ميليشي حوثي وصالح الانقلابية ضد سكان مدينة تعز وطالبا بتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية والضغط على الميليشيا لفك الحصار على المدينة وإتاحة المجال أمام المنظمات لإيصال المساعدات الإغاثية لسكان تعز دعا وزير الشباب والرياضة نايف البكري الدول العربية إلى ضرورة وضع جماعة الحوثي ضمن الجماعة الإرهابية وأكد الوزير البكري في كلمة بلادنا بالجلسة الاقتتاحية لمؤتمر الإرهاب والتنمية الاجتماعية أسباب ومعالجات أكد البكري أن اليمنيين باتوا اليوم يدفعون الثمن جراء انقلاب هذه الجماعة على الدولة وقيم وأخلاقيات المجتمع مشيرا إلى أن جرائم والسلوكيات الميليشي الانقلابية ترتقي إلى مصاف الإرهاب ويناقش المؤتمر الذي يشارك فيه وزراء التنمية والشؤون الاجتماعي العرب عددا من المحاور حول الإرهاب وأثره على التنمية الاجتماعية والحفاظ على النسيج المجتمعي والعلوم الاجتماعية والخطاب الديني في مواجهة الإرهاب بالإضافة إلى دعم الشباب والأسرة لمواجهة الفكر المتطرف وتعزيز عمل المجتمع المدني والقطاع الخاص كشريك رئيس للقضاء على الإرهاب يذكر أن مندوب اليمن في الأمم المتحدة السفير خارد اليماني قدم طلبا رسميا من الحكومة اليمنية لإدراج ميليشي الحوثي وصالح كجماعة إرهابية باعتبارها تهدد السلم الاجتماعي وخطرا يقوض السلام في اليمن والمنطقة والعالم منعت ميليشي الحوثي والمخلوع الانقلابية اليوم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ستيفن أوبراين من دخول مدينة تعز للاطلاع على الأوضاع الإنسانية في المدينة وقالت وكالة الأنباء اليمنية سبأ إن الميليشي الانقلابية قامت بإطلاق النار على موكب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والوفد المرافق له أثناء مروره من المناطق التي تقع تحت سيطرة الجيش الوطني والمقاومة الشعبية غرب تعز وتأتي زيارة المسؤول الأممي إلى مدينة تعز بناء على الدعوة الموجهة له من قبل محافظ تعز علي المعمري للاطلاع على الأوضاع الإنسانية وما يعانيه سكان المدينة وقرة بيشعة بجبل حبشي والوازعية والصل والمخى وغيرها من حصار وتهجير من قبل الميليشي الانقلابية يشار إلى أن ميليشي الحوث والمخلوع تواصل فض حصارها الجائر على تعز منذ أكثر من عامين على التوالي وتمنع وصول المساعدات الإغاثية والغذاء والدواء إلى السكان كما تواصل الميليشي الانقلابية قصفها العشوائي المكثف على الأحياء السكنية والتي تسببت بسقوط قتلى وجرحة في صفوف المدنيين بينهم نساء وأطفال إلى ذلك أكدت السلطة المحلية في محافظة تعز أن ميليشي الحوثي وعصابات المخلوع منعت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ستيفن أوبراين من دخول المدينة وأدانت السلطة المحلية في مؤتمر صعفي عرقلت الميليشي الانقلابية لزيارة أوبراين للمدينة وللاطلاع على الأوضاع الإنسانية فيها عن كثب وقالت السلطة المحلية أن الميليشي الانقلابية غيرت خط عبور المسؤول الأممي إلى مدينة تعز وبدأت بإطلاق النار من طرف واحد وقوضت الزيارة وأعربت السلطة المحلية عن أسفها لعدم جدية الأمم المتحدة في النزول الميداني إلى تعز وغض الطرف عن الجرائم التي تقترفها الميليشيا الحوثي والمخلوع في حق أبناء تعز نتابع المهجرين والمشردين قسريا من منازلهم وقرأهم كانوا هدفا لزيارة السيد ستيفن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والذي منع من قبل الميليشيات من الدخول إلى مدينة تعز خوفا من فضح جرائمهم التي ترتكب بحق المدنيين بالمدينة والريف ولا زالوا يرتكبوها تم الاتفاق على التفاصيل الدخول وعلى منفذ الدخول وتم الاتفاق على خارطة سيرفي داخل المدينة وأيضا تم التواصل معهم ربما أقولنا كل عشر دقائق كل ربع ساعة تم التواصل معهم حتى وصولهم فعلا إلى شارع الستين تم عمل معركة وهمية من قبل طرف واحد وطرف الانقلاب تم تغيير منفذ الدخول وهذه نقطة خطيرة كان الاتفاق أن يتم الدخول منفذ غراب تم دخولهم في اللحظات الأخيرة عن طريق حذران مصنع الصمن الصابون نحن نأسف لهذا القرار الذي اتخذه المبعوث الأمومي للتراجع عن الزيارة نحن نقول أن المناطق الخطيرة حتى في نهج الأمم المتحدة هي مناطق الافتراض أن يدخلوها بقوة قانون الأمم المتحدة هذه هي جهة المرة الأولى التي يتم عاقة ممثلية الأمم المتحدة في الدخول إلى مدينة تعز فقد ربما تكون المرة الثالثة والرابعة والخامسة كنا نتمنى أولا أن يدخل المفذة الأممية عبر نقطة الحبان وكانت هي أقرب لا تمثل بحدود عشر دقائق من اسمه له لمدينة تعز لكن نحن نحمل الأمم المتحدة ونؤكد هنا أنهم غير صادقين في الدخول إلى مدينة تعز لإطلاعا كذب عن ما تعاني مدينة تعز من معاناة حقيقية سواء في الجانب الإغاثي والجانب الإنساني سواء في مسألة الحصار الذي لا زال له أكثر من عامين لمدينة تعز وكان من المقرر زيارة مستشفى الأموم والطفولة كنموذجا لمستشفيات تعز التي تعاني الحصار والعجز على تقديم الخدمات للمواطنين نحن في قطاع الصحة كنا نعول على هذه الزيارة لكن ما حصل هو نتاق طبيعي لما تفرضه من أمر واقع هذه المليشيات على هذه المدينة ولم يكن مستغربا كنا نتطلع أن يقف على واقع القطاع الصحي الذي يتدهور يوما بعد يوم وكنا نتطلع أن يتم فتح منافذ إنسانية لدخول الإغاثة وبالأخير المطلب الأساسي والرئيسي هو فك الحصار عن هذه المدينة ما قام به اليوم الحوثيين من منع وفد الأمم المتحدة وإغلاق المنافذ من دخولهم إلى تعز هو تمثيلها دائما ما يلقى إليها الحوثيين وقاموا بإطلاق القذائف منذ الصباح الباكر حينما علموا أن هناك وفد الأمم المتحدة مقرر زيارته إلى تعز لكن اللوم يقع الأساسي أيضا على وفد الأمم المتحدة حيث كان من المفترض أن يأتوا عبر طريق عدن وعبر الطريق الرئيسي لتعز والمدخل الرئيسي المتمثل بمدخل الضباب لا أن يأتون عبر صنعاء ثم طريق إب ثم منفذ غراب وطريق الستين تظل الميليشيات عصابة لا يهمها سمعت ولا اتفاق فبعد التزامها بالسماح للسيد ستيفن وللوفد المرافق له بالدخول إلى مدينة تعز تنكث كالعادة وتفاجأ المستقبلون من السلطة المحلية بعد انتظار اللساعات بأن المحاصرين لمدينة تعز مثل ما لم يسمحوا بدخول الإغاثة لم يسمحوا أيضا بدخول أكبر مسؤول للأمم المتحدة يصل اليمن وصلت صباح اليوم كتيبة المهام الخاصة باللواء 141 مشايلة جبهة نهم بكامل عتادها وقوتها البشرية وذلك للمشاركة في معركة تحرير صنعاء من الانقلابيين وقال مصدر عسكري إن كتيبة المهام الخاصة تلقت تدريبات نوعية على مدى عامين متواصلين على أيدي خبرات يمنية وإشراف من مدرب التحالف العربي وهي متخصصة في عملية اقتحام الجبال والقتال في المناطق المفتوحة ومن المقرر أن تتولى كتيبة المهام الخاصة إنجاز مهام من جسيمة في ظل تواصل معارك الحسن التي يخوضها الجيش الوطني ضد الميليشيا المتمردة في العديد من الجبهات في محافظة صنعاء قال رئيس التوجيه المعنوي اللواء محسن خصروف إن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وبدعم من التحالف العربي بدأت التمهيد لعملية ضخمة لتحرير مديرية الخوخة في محافظة الحديدة من الميليشيا الانقلابية متوقعا أن يتم تحريرها خلال اليومين القادمين وأوضح خصروف لصحيفة عكاظ أن الميليشيا المتمردة في حالة انهيار على مختلف الجبهات في السواحل الغربية خصوصا بعد سيطرة الجيش الوطني على منطقة الزهاري وأكد خصروف سيطرة الجيش الوطني على مخازل الأسلحة وقاذفات صواريخ كانت مخبأة في بعض المزارع في منطقة يختل أثناء عمليات التمشيط للمواقع والمزارع وأشار خصروف إلى أن تطهير الساحل الغربي يعجل بإسقاط انقلابي والقضاء عليهم بشكل نهائي كونه يوقف تدفق الأسلحة المهربة من البحر أحبطت المقاومة الشعبية في البيضاء اليوم هجوما لميليشيا الحوثي وعصابات المخلوع في مديرية الزاهر وأفادت مصادر ميدانية اشتباكات عنيفة اندلعت بين المقاومة والميليشيا في جبهات كساد والمحصن والميسيا في مديرية الزاهر الحميقان استمرت عدة ساعات بعد محاولة الميليشيا التقدم باتجاه جبه الكساد الاستراتيجي وأكدت المصادر أن المقاومة تمكنت من صد زحف الميليشيا الانقلابية ودحرها وإجبارها على التراجع إلى ذلك أصيب طفلان وثلاث نساء جراء قصف ميليشيا الحوثي وعصابات المخلوع على منازل المواطنين في مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء وأكدت مصادر محلية أن الميليشيا الإرهابية قصفت بالكاتيوشا والدبابات على مناطق لجردي في مديرية الزاهر الحميقان ما أدى إلى تضرر منزل المواطن محمد شميلة الحميغاني وإصابة طفلين وثلاث نساء جراء سقوط قذيفة على المنزل كما أصيب الطفل سالم محمد جراد الحميقاني برصاص قناص من ميليشيا الحوثي وعصابات المخلوع الإرهابية المتمركزين في جبل ضحوة في ذات المديرية لقي ستة من عناصر ميليشيا الحوثي والمخلوع مصطرعهم فيما أصيب أربعة آخرون في اجتباكات عنيفة مع أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مديرية عسيلان شمالي محافظة شبوة وقالت مصادر عسكرية نقوات الجيش الوطني أحبطت هجوما للميليشيا الإنقلابية على مواقعها في محطة لحجن ودار المنصر غرب مديرية عسيلان وكبدت الميليشيا ستة قتلى وأربعة جرحة إضافة إلى تدمير ثلاث عربات وأجبرتهم على الفرار أكدت المنظمة العفو الدولية أكدت مسؤولية ميليشيا الحوثي والمخلوع عن تجنيد 72% من الأطفال وزجبهم في الأعمال القتالية واتهمت المنظمة في تقريرها السنوي ميليشيا الحوثي والمخلوع بمواصلة زرع الألغام المضادة للأفراد المحرمة دوليا والتي أدت إلى قتلى وإصابات بين المدنيين وأضحت المنظمة أن الحوثيين وحلفاءهم قاموا بالقبض على منتقديهم ومعارضيهم وكذلك على الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وأشخاص منتمين إلى الديانة البهائية واعتقلون تعسفا وأخضعوا العشرات منهم للإخفاء القسري وقالت المنظمة إن ميليشيا الحوثي قامت باختطاف كثير من الأشخاص من منازلهم وأماكن عملهم وعلى حواجز التفتيش أو من أماكن عامة كالمساجد ولم يكشف عن المكان الذي يقتادون إليه أو عن مكان احتجازهم وأكدت المنظمة عن أن المعتقلين أخضعوا للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة السيئة وقالت منظمة العاف الدولية إن ميليشيا الحوثي والمخلوع ارتكبت انتهاكات متكررة للقانون الدولي الإنساني ولسيما هجمات عشوائية عرضت المدنيين للتهديد في المناطق التي تسيطر عليها وأشارت المنظمة أن ثلاثة مستشفيات على الأقل أغلقت أبوابها بسبب التهديدات ضد موظفيها كما فرضت أو كما فرضت الميليشيا قيودا مشددة على حرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها في المناطق الخاضعة لإدارة الأمر الواقع التابعة لهم رفض عدد من أهالي الأطفال المغرر بهم في إب موارات جثامين أطفالهم في إحدى مقابر الميليشيا الإنقلابية خارج المدينة وقال شهد عيان إن عددا من قيادات الميليشيا حضرت عملية التشييع مزودة ببعض سيارات الإسعاف وأرادوا أخذ الجثث كي يتم دثنها في المقبرة التي تم استحداثها بجوار مبنى الجوازات والتي يواري الحوثيون قتلاهم فيها لكن أقارب الضحايا ضحايا الأطفال الضحايا الأطفال وأهاليهم رفضوا ذلك وبحسب المصادر فقد أخذ أهالي الأطفال الجثامين بالقوة واتجهوا نحو مقبرة الغفران ومقبرة بجوار مدرسة الوحدة وهما من المقابر المعروفة لأبناء المدينة ناشدت أسرة الطفل هيثم السبل بمحافظة إب المنظمات الحقوقية والإنسانية والمحلية والدولية سرعة التدخل للضغط على قادة الميليشيا لاستعادة ولادهم المخطوف والمتواجد حاليا في إحدى جبهات القتال بمدينة تعز وقالت الأسرة أنهم فقدوا هيثم ذو الأربعة عشر عاما منذ شهر ونصف بعد تسربه المفاجئ من المدرسة ولم يكونوا يتوقعوا أنه وقع ضحية التغرير مع آخرين من الميليشيا الانقلابية التي زجت بهم دون رحمة إلى جبهة القتال وحمل والد الطفل هيثم ميليشيا الحوث والمخلوع ومن تعاون معه من أبناء المنطقة المسؤولية الكامل عن حياة ابنه ودع المنظمات الإنسانية والحقوقية وكل من له كلمة الوقوف إلى جانبه في هذه المحنة حتى استعادة ولده المخطوف وعودته إلى بيته سالما شهدت مدينة مأرب مسيرة طلابية للتنديد بمقتل الطفل عادل المنى الذي استشهد يوم الجمعة جراء قصف ميليشيا الحوثي على المطعم الشعبي وسط مدينة مأرب وانطلقت المسيرة من مدرسة الشهيد عادل إلى مكان وقوع الجريمة ونفذت المنظمات الحقوقية وقفة احتجاجية تطالب المجتمع الدولي بإدراج ميليشيا الحوثي في لائحة الجماعة الإرهابية نتابع انتزعت القذيفة الصاروخية من بيل زملائه تاركة مقعدا فارقا إلا من أقلام وذكريات وأسئلة طاعنة في الحزن في حدقاتهم البريئة لما قتل الحوثيون عادل نحن طلاب مدرسة تميز الحديثة بمدينة مأرب بمدينة مأرب نعلن تضامننا الكامل مع أهل الشهيدة الطفل الزميل عادل منه والذي طال على قصف ميليشيا الإنقلابية بصاروخ كات يوشا على الأحياء السكنية رسالتنا للعالم أن توقف جرائم ميليشيا الإنقلاب التي حصدت أرواح المئات من الأطفال الأبرياء خرج زملائه في تظاهرة يطالبون بمحاكبة زعيمي الميليشيا باعتبارها مجرمية حرب بعد أن حولوا أحلام الطفولة في اليمن إلى أشلاء رعب ومجازر بحق الإنسانية نقف في مسألة إنسانية بحتة مسألة الطفولة التي انتهكت حقوقها منذ سنتين وأكثر في هذه البلدة الطيبة في مأرب ترمى القذائف على هذه المدينة ليلة نهار الجريمة الإرهابية التي استهدفت المطعمة الشعبية وسط مأرب أسفرت عن مقتل الطفل عادل ومعه إثنين آخرين بالإضافة إلى جرح أكثر من عشرين آخرين من المواطنين استهداف الأحياء السكنية بمحافظة مأرب كغيرها من المحافظات اليمنية غير أن محافظة مأرب تحتل المرتبة الثانية بعد محافظة تعز حسب تصريح لمنظمة حماية 103 مدنيا ما بين قتلا وجريح منذ مايو 2015 حتى فبراير 2017 منهم 34 طفلا 14 منهم قتلا و20 جريح استهداف صواريخ القصف الصاروخي من قبل جماعة الحوثي وصالح في محافظة مأرب مكتب التربية والتعليم بمحافظة مأرب في بيان له حمل ميليشيات الحوثي والمخلوة الانقلابية مسؤولية ما يتعرض له الطلاب من سلسلة انتهاكات جسيمة والسنكر البيان القصف الذي يستهدف المدنيين بينهم الأطفال خل المقعد من الدراسة وخلت معه الأخلاق الإنسانية جرائم الحوثي لم تتوقف عند حدود الحقوق والحريات بل تعدت من انتهاكاته قتل الأطفال والأبرياء ناصر الجمر قناة سهيل مأرب عقد مجلس جامعة عدن برئاسة الأستاذ الدكتور الخضر ناصر لصور وبحضور وزير التعليم العالي الأستاذ الدكتور حسين باسلامة ونواب رئيس الجامعة عقدوا اجتماعا لمناقشة المواضيع المتصلة بتنشيط العمل الأكاديمي والتعليمي في كليات جامعة عدن وفي الاجتماع قال الدكتور الخضر ناصر لصور رئيس جامعة عدن أنه تم إقرار نتائج العام 2014-2015 وترفيع عدد من الأستاذة المساعدين إلى أستاذ مشارك ودرجة أستاذ بالإضافة إلى قرار عدد من الإجراءات الهدفة إلى تفعيل العمل في كليات الجامعة المختلفة كما استمع المشاركون إلى تقرير حول نتائج زيارة رئيس الجامعة لكل من المغرب ومصر ونتائج الزيارتين في منح جامعة عدن والجامعة اليمنية لعدد من المنح الدراسية في كلا البلدين فيما أكد وزير التعليم العالي الأستاذ الدكتور حسين باسلامة إن مشاركته في اجتماع مجلس جامعة عدن يأتي في إطار توجيهات الأخ رئيس الجمهورية بشأن الاتقاء بالتعليم العالي والجامعي والبحث العلمي وقال إن الاجتماع ركز على مناقشة ثلاثة أبعاد رئيسية تمثلت في تطوير وتوسعة الجانب الإنشائي لمباني وكليات جديدة وتأهيل مباني بعض الكليات وكذا الاهتمام بتطوير البحث العلمي والمنهج العلمية وإقامة الورش والدورات التأهيلية والندوات العلمية قالت مصادر محلية إن أكثر من أربعين ألف نازحاً من مديرية عبس من مناطق المواجهة المسلحة في حرض وميدي وأجزاء من محافظة صعدة مقبلين على كارثة إنسانية نتيجة لتفاقم الأوضاع المعيشية بشكل متسارع في الأونة الأخيرة وأوضحت المصادر أن ازدياد نسبة الفقر والجوع ونقص الكساء وانعدام المواد الأساسية من فرش وبطانيات في أوساط نازح المناطق الحدودية بمحافظة حجة أصبح يتزايد يوماً بعد آخر وأرجعت المصادر سبب تزايد معاناة النازحين في منطقة عبس إلى الحرب التي أشعلتها الميليشية الانقلابية في المناطق الحدودية وتقلص المساعدات منظمة الإغاثة العالمية أو منظمة الغذاء العالمي إلى النصف هذا وناشد النازحون في مديرية عبس المنظمة الإنسانية لتقديم المساعدات الإغاثية العاجلة لهم بشكل عاجل ومساعدتهم على تجاوز تداعيات حرب ميليشي الحوثي والمخلوع على اليمنيين الحاج عبد محمد عبد أحد أبناء الوازعية النازحين له عشرة أولاد يعيش مع أسرته في ظروف بالغة الصعوبة مع تهجير قسري من قبل ميليشي الحوثي والمخلوع نتابع اسمي عبد محمد عبد عندما وصل الحرب عندنا نزحنا وهربنا لنا ورواحنا وخلينا بيوتنا وخلينا وعيتنا وخلينا جميع ما كان ينزم لنا في بلادنا في بلادنا والآن أنا تأثرت فينا كل هجر استوابية استوابية هجر ولا قدرت أتعالق ولا أنه قدر القوة الضروري لا قدرت أتعالق ولا قدرت أفعل نفسي أي حاجة قلس لي وزيد كبد نحنا برد واتي آيلات وبهذله من الناس ومن البدل عايش نتعوان من الناس يا ربي يا كريم وهذه لا تدوم كامية وقت كامية وقت إلا على أن يطلب من ربي أن يفعل لنا حال طرابي المعانة من أبو ألف دا تصدق علينا واحد من البيرين عندك معاشرة من ضمنهم عندك الوليدة هذا الوليد بني من ضمنهم معاشرة من المنفر واضعهم كذا يتعوانوا لهم من القرى يخرجوا لهم يطلبوا لهم طلبا واحد يعطيه تنكبر واحد تنكسكر واحد مالح واحد كذا يتعوانوا لهم تسكبر ولهم صاحب القرى لا أقاد كذا أقول لك الرقل دا حانا ندالي إبريح كنت في حالة لا تكون هنا دحانا ندالي إبريد دحانا من أجر وقرى إبريد دحانا بيضت المعلومات وخلاص سأرجع على ما كنت طنين ما نوقش أي حاجة ما نوقش ما نوقش ولا حد يعمل لك أي شيء إلا على الله إذا قدرتوا تحاولوا معي أي حوال بإذن الله الكريم تعملوا لي أي إنسان يتبرع لي يفعل لي عملية يفعل لي أي حاجة إذا الله تعالى أرد تشهد الكثير من مدارس التربية والتعليم في محافظة عمران توقفا لسير العملية التعليمية جراء الإضراب الشامل الذي نفذه المعلمون احتجاجا على انقطاع رواتبهم كليا منذ ستة أشهر على التوالي وقالت مصادر التربوية إن ميليشي الحوثي وعصابات المخلوع تتجاهل المعلمين ومطالبهم العادلة ودعت عددا من خرج الكليات الموالين لها بتغطية الفراغ غير مكترثة بما قد يلحق بالعملية التعليمية المتداعية من كوارث الميليشي جراء توقف التعليم أو العهد بأشخاص غير متخصصين وفي سياق متصل ألزم بعض مدراء مدارس مدينة عمران الطلاب بدفع خمسين ريالا يوميا وطرد كل من يرفض أو يعجز عن السداد الأمر الذي أدى إلى قيام بعض الطلاب بالتسول لدى المحل التجاري بزيهم المدرسي من أجل تسديد تلك الرسوم التي حالت بينهم وبين التعليم دشن وكيل محافظة حضرموت المساعد عبدالهاد التميمي دشن اليوم في سيئون توزيع ألف سلة غذائية مهدى من الشعب التركي للنازحين والمتضررين من الأحداث في اليمن والتي ستتولى جمعية الإصلاح الاجتماعي الخيرية عملية توزيعها في وادي حضرموت وأشاد التميمي بالجهود الكبيرة التي تبذلها الجمعيات الخيرية في وادي حضرموت للمساعدة في تحسين الوضع الذي تمر به البلاد وعرب عن تطلعه لمزيد من التعاون المشترك بين السلطة ومنظمات المجتمع المدني فيما يخدم مصلحة أبناء حضرموت كما أعرب عن شكره لدولة تركيا وشعبها وحكومتها ومنظمة ديانات التركية وجمعية الإصلاح بوادي حضرموت على هذه اللفتة الكريمة بحضور قائد اللواء ثلاثة وثمانين متفعية العميد عبدالله أحمد مزاحم وعدد من قيادات وعجاهات منطقة موريس دشنت الهيئة اليمنية الكويتية للإغاثة مشروع إيواء وإغاثة النازحين في مناطق المواجهات في محافظة الضالع برعاية محافظ المحافظة فضل الجعدي وفي تصريح لقناة سهيل قال رئيس الهيئة طارق عبدالواسع إن الهيئة تدشن اليوم حملة الإيواء لكثير من النازحين في مديريات موريس وما جاورها بمحافظة الضالع التي تضررت بفعل حرب الميليشية على الدولة وعلى اليمنيين من جانبهما أثنى قائد اللواء مدفعي العميد عبدالله مزاحم والشيخ عادل القاضي على الجهود الخيرة والكريمة التي تقدمها الكويت حكومة وشعبا ووقوفها المتواصل مع الشعب اليمني في كل المنعطفات والمراحل التاريخية تلعب منظمات الإغاثة دورا بارزا في محافظة الضالع للتخفيف عن المواطنين من تداعيات حرب الميليشية على الدولة وعلى اليمنيين ومعاناة النزوح وخاصة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ومساعدات الأشقاء في دولة الكويت نتابع التفاصيل تتسع رقعة المعاناة ويزداد عدد النازحين في منطقة مريس بمحافظة الضالع جراء العدوان الإنقلابي المستمر على سكان هذه المنطقة خاصة سكان القرى الواقعة في خط التماس ومواقع المواجهات ومع تزايد أعداد النازحين تتضاعف المسؤولية الملقاة على منظمات الإغاثة والجمعيات الإنسانية والخيرية وهو ما تنبهت له بعض منظمات الإغاثة مؤخرا كما نشكر جميع المنظمات الإنسانية التي تعمل في هذا الظرف الذي يعيشه اليمن ومن أجل تخفيف معاناة النازحين والمتضررين من هذه الحرب الظالمة بالنسبة لدول المنظمات لها دور فاعل في مساعدة النازحين خصوصا في الفترة التي مرت أيام البرد عندما جاءوا وقامت بتوزيع الفرش والبطانيات للأسرة النازحة من مناطق التماس الهيئة اليمنية الكويتية نفذت مشروعها الأول للإيواء والذي تستفيد منه قرابة ألف أسرة من المتضررين من أبناء محافظة الضالع لكن هذه المساعدات لا تلبي كل ما يحتاجه أبناء المنطقة كما يقولون ندشن الإيواء لكثير من النازحين في محافظة الضالع في مديرية موريس وما قاورها من المديريات التي تضررت بفعل نشكر الحكومة الكويت أميرا وحكومة وشعبا على ما يقدمهم العطاء يعني للشعب اليمن يخصن في الظرف الاستثنائي ضرف الحرب ضرف النازحين الذي يأتي هذا الدعم في وقت يعني يحتاج له النازح في الحرب إلى أبسط الأمور نفذنا يعتبر هذا المشروع الثاني في منطقة موريس بعد الغذاء الغذاء المساعدة السابقة وهذا الإيواء اليوم ولا نقول إلا نقدم شكرنا للكويت أميرا وحكومة وشعبا لما بذلوه في منطقة موريس والضالع وفي ظل استمرار الحرب والتساع دائرة النزوح والتشريد يبقى على المنظمات الإنسانية مسؤولية تكثيف الجهود والوصول إلى كافة المتضررين من أبناء المنطقة للتخفيف من حجم المعاناة وجحيم الحرب فوز الموريسي قناة سهيل الضالع أقر مجلس إدارة صندوق النظافة والتحسين بوادي حضرموت والصحراء اليوم برئاسة وكيل المحافظة للشؤون الوادي والصحراء صامح بريش الكثيري أقر اللائحة الجديدة المنظمة لعمل تحصيل رسوم الصندوق وكلف المجلس إدارة الصندوق برفع تقرير عن حجم الديون المترتبة على الصندوق وعرضه على المجلس في اجتماعه القادم لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها كما اتخذ مجلس إدارة صندوق النظافة والتحسين الإجراءات المناسبة للإشكاليات المتعلقة بتحصيل الموارد المخصصة للصندوق في النقاط العسكرية بمداخل وادي حضرموت في الجهتين الغربية والشرقية وناقش مجلس إدارة الصندوق الإشكاليات المتعلقة بالموارد المالية التي تقوم بتحصيلها مؤسسة الكهرباء للأعوام الماضية وإقرار الآلية الخاصة بعملية جدولة تحصيل تلك الموارد بحسب حجم الموارد المحصلة بالمؤسسة فيما تم الاتفاق على تحصيل موارد الصندوق لكل شهر من العام الحالي 2017 أولا بأول إلى ذلك كلف مجلس إدارة صندوق النظافة ممثل مكتب الصناعة والغرفة التجارية في الوادي بضبط تحصيل الموارد المخصصة لصندوق من عائدة النشاط التجاري للشركات والمؤسسات بشكل سيابي منظم وفقا لما حدده القانون سلم مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في عدن أربع سيارات إسعاف حديثة ومجهزة بأحدث المعدات الإسعافية لجمعية الإصلاح الاجتماعي الخيرية بالعاصمة المؤقتة عدن على أن تتولى جمعية الإصلاح تسليمها للمراكز الصحية في مناطق يتواجد فيها اللاجئون الصوماليون والسكان الأشد احتياجا في منطقتين البساتين وخرز ووضحت السيدة جاكلين بارلي فيليت مديرة مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في عدن أن تسليم المنحة المكونة من أربع سيارات إسعاف هي إسهام من مكتب المفوضية والجهة المانحة في رفع معاناة اللاجئين وسكان المناطق المستضيفة لهم في مناطق البساتين ومنطقة خرز وذلك ضمن مجالات التعاون الإنساني بين مكتب المفوضية وجمعية الإصلاح الاجتماعي الخيرية بعداً من جهته أشاد أمين عام جمعية الإصلاح دكتور محمد محفوظ بايعشوب بالمفوضية السامية للاجئين والنازحين مشيراً إلى وجود شراكة منذ أكثر من عقدين بين الطرفين في مجال الإغاثة الإنسانية للاجئين والنازحين أقامت المبادرة الشبابية من أجل يمن جديد في ألمانيا حفلاً خطابياً وفنياً في مدينة برلين احتفالاً بالذكرى السادسة لثورة الحادي عشر من فبراير تحت شعار فبراير ثورة تتجدد وفي الحفل أكد رئيس المبادر المهندس خالد العفيف على ضرورة الاستمرار في السير على النهج الثوري ومجابهة الانقلاب حتى يتم بسط نفوذ الدولة على جميع تراب اليمن من جهته تطرق وليد العذري نائب السفير اليمني في ألمانيا إلى منظومة الفساد التي تغولت في البلاد وجاءت الثورة لاقتلاعها فيما شدد الدكتور عبد العزيز المخلافي مستشار رئيس الجمهورية على أهمية مكافحة الانقلاب الميليشيوي وأثاره على القطاعات الاقتصادية والصحية والخدمية المختلفة وأكد أن الدولة اليمنية ترفض الحرب ولكنها فرضت عليها فرضا وسوف تتجاوزها في القريب العاجل نشرتنا انتهت وعود إلى عنوينها رئيس الوزراء يوجه بتنفيذ حزمة مشاريع في حضر موت ويدعو المواطنين للتمسك بخيار الدولة الاتحادية السلطة المحلية في تعز ميليشي الحوثي والمخلوع قوضت زيارة أوبراين للمدينة كتيبة المهام الخاصة التابعة للواء 141 مشا تصل إلى جبهة نه للمشاركة في معركة الحسن للمزيد يمكنكم متابعة صفحات القناة على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر واليوتيوب والتليجرام في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر